تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من زيلفي سبور حلقة اليوم بنا نرجع نشوف كرة القدم بدون جمهور زمان أول ما بدأت وعدة كرة القدم بعد كورونا بتذكر أني عملت فيديو وتكلمنا عن تأثير الكرة بدون جمهور المتوقع لأنه وقتها كانت أرأ خبراء أرأ لاعب جرب مباراة في الماضي وبس لكن الآن شوفنا كرة القدم بعد شهور من دون جمهور وتقريبا كعدد مباريات بنتكلم ربما نصف موسم كامل شو التأثير الواضح لغياب الجمهور اللي إحنا بنقدر نشوفه وبدي هون منكم تحكوا رأيكم أنا هحكي رأي هون يعني ما بتكلم حقائق علمية عشان كنوا واضحين بتكلم شي أنا شايفه شي ممكن دورت عليه بشوية إحصائيات بس شي أنا بحكيه من عندي فأنتوا حكولي إذا أولا أنا صح وتانيا شو عندكم إشي زيادة شايفينه بتأثير الكرة من دون جمهور مع التأكيد إنه إحنا كجماهير مش حاسين لأنه إحنا عنا الصوت المعلق تعودنا عليه صوت الجمهور هذا الاصطناعي اللي موجود في كثير دوريات أيضا بخلينا ننسى إنه ما في الجمهور والشي ثالث الأجواء المحيطة بمشاهدتنا للمباراة ما تغيرت ما زلنا نقعد على الكنباي في البيت على الكرسي نقعد نحضر المباراة أولا أنا واصحابي بنحضر المباراة يعني أجواءنا هي هي ما تغيرت زي أجواء اللعبين فبدنا نشوف شو ممكن صار في اللعبين نتيجة غياب الجمهور فيه شغلتين الناحية الأولى الناحية الذهنية أكيد أضاف وإلها صورتين الصورة الأولى ردة الفعل عند الفرق القوية بتحسها ضعيفة يعني ليبربول وأستون فيلا أكبر مثال إنه نالا مش هادر ليبربول تع ردعت الفعل حتى لو كسب بتكلم يتلقى قول يعمل ردة فعل قوية يضغط يسرع يعمل ما عنده ردة الفعل لو تروح تشوف كل دوريات إيطالي إسباني ألماني فرنسي الفرق الكبيرة تخذ وقت لعندما تعمل ردة فعل كنا متعودين عن الفرق الكبير لما فريق الصغير يهدده في هجمة يروح حطه وراء عشر دقائق يضغطه فجأة لو مثل الجام بتحسه شوي شوي تيرجع ورد الفعل أبطأ وأيضا فقدان التركيز الأخطاء الهفوات اللي عم بتصير عجيبة يعني تأمريرات البسيطة بيكون لعب قدام لعب تليارة ما لقاها فوقه زي اللي يعني بتعلم بلاي ستيشن مش عارف يكبس الكبس الصح فيه فيه فقدان تركيز غريب فيه أخطاء كثيرة عم بتزيد في خطوط الدفاع وهذا طبعا بزيد من احتمال المفاجآت لكن بنفس الوقت هو بيحكس ناحية تركيزه ناحية الذهنية أضعف عند اللاعبين واضح من دون جمهور الضغط اللي تعودوه راح فبتحس كأنهم عايشين جو جديد هذا الجزء الأول الجزء الثاني وكنت يعني قبل الأيام بنقاش مع محل الأداء بريطاني كنت أسألوا عن مسألة تعودة الجمهور ويعني صديقه فبنتكلم عن أنه معلين أخذتنا النقاش لكرة القدم بدون جمهور فكنا نحكي فبالنقاش قال لي أنا بحس هو يعني إحساس أنه كرة القدم بحسها صارت أبطأ من دون جمهور فأنا مقتنع أنه بحس أنه كرة القدم ونفس الشي وأعتقد كثير منه حسين أنه الكرة أبطأ في الملعب من زي زمان بس اللي فكرت فيه قلت خليني أروح مش علمونا بالفيزياء السرعة تساوي المسافة على الزمن والسرعة بنعرفها الزبن ثابت في كرة القدم تسعين دقيقة يضل المسافة وراحنا عادت دوري أبطال أوروبا ففعلا رحت قرنت لعب بلاعب تقريبا لقيت تقارير فنية قديمة مع هذه فوجدت بعض هيك يعني عملت عين عشوائي من اللعبين مش مشهورين يعني لاعب تلقاه مثلا ربما بفريق مثلا لايبزيك لعب بأطلنطا يعني ما رحت عال السوبر ستارز ميسي رونالدو رحت لعبين يعني شوية هيك وقارنت فوجدت فعلا اللي كان يركض 11 ألف متر كل تسعين دقيقة المواصل الماضي عم بركض عشرة ونص وجدت اللي بركض 11 بركض عشرة فيه شي نخفض في شي نخفض من المسافة المقطوعة عند كل اللعبين حتى التوب بتاع البطولة بتلقاء أجل من التوب بتاع النسخة الماضية فنزل شوي المسافة المقطوعة بأنه الزمن ثابت فالسرعة معناها قلت فأنا أعتقد كرة القدم صارت أبطأ لأنه جزء من سرعة كرة القدم من ضغط الجماهير اللي ما بيخليك توجف الآن لو تشوفوا كثير في استحواذ اللاعب يوجف على كرة لكن في ضغط الجماهير إما هيضغط اللاعب اللي بدافع أنه روحك طحة أو هيضغط اللاعب اللي هو هاجم مع فريقه أنه مرر اللي قدام خلصنا الجمهور عم بيضغطك فأعتقد هذا قلق نوع من بطء كرة القدم فلو بدي أوضحها بشغلتين كرة قدم أبطأ شوي مش كثير 5-10% من السرعة ونحية تركيز ونحية تردد فاعل أضعف من زمان هذا وجهة نظري شو بالنسبة لكم وجهة نظركم أهم تأثير لغياب الجمهور على كرة القدم في الدوريات الكبرى حتى الآن واشتركوا في قناة سيفيس بول والسلام عليكم ورحمة الله